اشتركوا في القناة 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 صباحا بتوقيت جرينج بعض الاشخاص بشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع اما الزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر و اورنس رح تكون في تمام الساعة 10 و 36 دقيقة ظهرا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض اما بالنسبة الى خلو المسار القادم القمر بما انه رح يكون موجود في الجدي فمعناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 14 اربعة رح يكون في تمام الساعة 11 و 46 دقيقة مساء يعني يابن المنتصف الليل ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم 15 اربعة حتى تمام الساعة 7 و 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني هنا احنا بالنسبة لنا في الوطن العربي ما رح نتأثر كثير من خلو المسار هذا لانه رح يبدأ بالليل ورح ينتهي الصبح ولكن اللي بتأثروا منه اكثر ناس اللي هم الاشخاص اللي موجودين بالجزء الاخر من الكرة الارضية اللي بكون ساعات الليل عندنا هي ساعات الصباح عندهم اللي هي دروة العمل والحركة فعشان هيك في فترة خلو المسار لا ينصح بالعمل باي شيء جديد او مهم مثل توقيع عقد او شراء شيء ثمين او انه خطوبة زواج اشياء من هذا القبيل كلها لا يعني لا تصلح او بتكون فترة نحس هاي فعشان هيك منقول لكم اذا كنتوا عقدين النية على فعل الشيء هذا يبل خلو المسار بصير اما اذا عقدتوا النية وبدأتوا في تنفيذه في فترة خلو المسار فهو فترة سلبية اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الاحدب تسعة عشر يوم في تمام الساعة تسعة وسبع دقائق مساء بصير القمر عمره عشرين يوم نسبة اللضاءة خمسة وستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تسعة عشر أربعة المزاج منتحس القمر في الجدي حتى خمسة عشر أربعة مزاج سعيد عطارد في الحمل حتى يوم سبعة وعشرين أربعة مزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة عشر خمسة مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى أحد عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى خمسة عشر أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعك وإثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي إن اشتدت الضغوط بل برر عملك وإظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طبعك وأفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب أو الاضطراب طبعا القمر اليوم موجود في بيت السمعة فعشان هيك الأمور شوي رح يكون فيها نوع من أنواع الضغط عليك في بعض الأمور توتر عصبية شغلات من هذا القبيل يعني ردات فعل أو مغامرات يعني بتوصل لمرحلة التهور أما بالنسبة لبيت الشخصية لا بيت الشخصية اليوم تقريبا بدنا نحكي روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ما في أي شيء بدعم شخصيتك إلا أنت على طبيعتك رح تكون فبييدك أنت تشحن حالك طاقة إيجابية وببييدك أنت تخرب الدنيا كلها اليوم يعني على طبيعتك بتمشي أما بالنسبة للبيت الثاني فهو روتيني أيضاً ولكن أنه بكون في ساعات يعني الصباح بدنا نقول أنه في مصريف زيادة أو اهتمام بالأمور المالية أو بعض الدفعات أو استحقاق الدفعات عليك أو أشياء بترهقك بنوع من أنواع المشتريات أو اللي إلها بعض المصريف حاول أنك أنت تقلل من مصريفك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات ولكن أنه مش بقوة الفترة الماضية يعني بيكون عندك قدرة على الإقناع قدرة على النقاش ولكن بتخلل خلال هذا النهار فترات بيكون عصبي أنت المزاج أو الميراس في عملية الإقناع يعني إذا ما شفت اللي قبالك ما اقتنع عليك على طول الخط بتعصب إذا شفت حدا جاد لك بتعصب على طول الخط يعني قابل لأنك أنت تعصب في أي لحظة حاول أنك أنت تمسك حالك عندك نشاط ذهني عالي بتقدر تقنع أي شخص بدون عصبية في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالدراسة أو حث الأبناء على الدراسة وفي منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات وأشخاص رح يكون لها نوع من أنواع التعامل بينها وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع البيت الرابع يعني بشكل نوع من أنواع الضغط عليك يعني في حدية إما من شخص معين داخل البيت أو بسبب بعض الأعطال البيتية أو الضغوط المنزلية أو المتطلبات المنزلية اللي أنت مش قادر تلاحق عليها في أشياء العلاقة ببعض الأشياء الصياني والترتيب والمجهود هذا كل ياته ممكن اليوم يعني يكون ضغط عليك بشكل سلبي داخل البيت يعني ممكن أي شيء سلبي ممكن أنه يدخل من خلال البيت الستات اللي بتشتغل في البيوت بدها تدير بالها بس من الإصابات أثناء العمل في المطبخ أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس على المستوى العاطفي برضو بشكل نوع من أنواع الحدية في الطباع أو المزاجية أو ردات الفعل العصبية فعشان هيك بدك تحاول أنك تمسك حالك عشان ما تكبر الفجوي ما بينك وبين الحبيب مش يعني إذا خالفك الحبيب معناته لازم أعمل مشكلة ومش يعني إذا أنه الحبيب ظروفه مثلا منعته من أنه يتواصل معاك فأنك تعمل مشكلة بدك تحاول أنت توازن الأمور بشكل جيد طبيعتك أنت مضغوط اليوم فعشان هيك ما تكون حساسة زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل أنت بتقدر تنجز أعمالك كلها يعني عندك نشاط عالي جدا أنك أنت تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار يعني إيش ما توكلك من أعمال أنت عندك القدرة على إنجازها خصوصا الأشخاص اللي بيكونوا خارج خارج إطار البيت يعني على رأس عملهم قائمين على رأس عملهم بيقدروا ينفذوا هاي الأمور أما الأشخاص اللي قاعدين في البيت فبنشطوا ممكن في ملفات معاملات أوراق أشياء بتتطلب منهم نوع من أنواع الجهد الفكري لا تحديد مسؤولياتهم أو أعمالهم أو ترتيب أوراقهم أو البداية في التشاور على مشروع معين مستقبلي كل هاي الأمور الجائزة في منكم ممكن يهتم بصحة أحد الأقارب أو أحد المقربين لا إله أو يقلق حتى بالشأن هذا أو ممكن على صحته أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما على مستوى الشراكة ما في شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك بتتعامل أنت مع الشريك على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثامن يعني بلاقي أنا أنه في نوع من أنواع الأبواب بتفتح لنوع من أنواع الفرج بطلب سلفي أو دين أو قرض أو نوع من أنواع المساعدات اليوم جيد الحركة بهذا الموضوع وفي منكم ممكن اليوم يهتم بأشياء الحراقة بأوراق قديمة أو قرض أو ممكن أنه يجد أشياء كانت ضائعة منه بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع لا البيت التاسع اليوم برضو إيجابي على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد في منكم رح يكون عنده رغبة كبيرة للاتصالات والمواصلات ومسك التليفون وتواصل مع المجتمع تواصل اجتماعي شغلات زي هيك هاي كل اليوم بتكون عالية في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالفلسفة أو الدين أو الأمور السياسية النقاشات والأشياء اللي من هذا القبيل طبعا في بعض الأشخاص رح يهتموا بأوراق أو معاملات أو اتصالات خارجية مع أشخاص كان في موضوع لسفر أو للتحدث بموضوع يتعلق بالسفر المستقبلي أو ممكن أنه الإطمينان على صحة بعض الأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للأمور القضائية فأنا شايف برضو الاهتمام أو الأمور هاي لا صالحكم حتى نهاية الشهر بتكونوا مدعمين بالحضوظ بالاتجاهات اللي عنده امتحان أو دراسة برضو بدعمه بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك العاشر كما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود فيه أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك إيجابيا على مستوى التواصل مع بعض الأشخاص أو العلاقات أو ممكن تتلقى اتصال من صديقه وتتفاجأ أنه له فترة ما حكاش معك أو ممكن أنت تتفقد بعض الأشخاص حاول أنك أنت تتواصل مع مجتمعك إذا أنت محتاج شيء ممكن تطلب منهم مساعدة أو ممكن أنت تساعد بدورك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو أفضل من الأيام الماضية بنعمك بشكل قوي أنت محصن حالك بشكل قوي إلا هي بس المشكلة المزاجية والحدية في طباعك ولكن باقي الأمور كلها إيجابية على المستوى الصحي يعني قليل اللي رح يعانوا من بعض التعب حتى اللي عندهم أمراض مزمنة الفترة هاي بتكون نوع من الاستقرار وخاصة اللي أجعيد ميلادهم اللي لسه ما أجعيد ميلادهم ممكن أنهم لسه بحسوا ببعض التعب حاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وممكن يجصل لك خبر أو موضوع بتعلق بأحد المعارف تعبان أو مريض أو مسجون برج الثور طبعا اليوم يختلف عن الأيام الماضية اليوم شوي نفسيتك رح تتحسن فيه بشكل أكبر رح تنشطه في السفر أو مواضيع العلاقة بالسفر أو أوراق سفر أو تخيل سفر أو حضور أفلام عن دول ثانية أو اتصال بعيد بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة ممكن تنحصر عواصف الأيام الأخيرة وترتفع المعنويات وتطمئن خوطرك نسبيا فترة مناسبة لورشات العمل يعني أمور جيدة صحيح أنه الوضع ضاغط من الشمس اللي موجود في بيت المتاعب ولكن أنه شيئا ما هذا بدفعك بالاتجاه الجيد اللي ممكن يحسن من معنوياتك أو من بعض المعطيات خلال هذا النهار يعني تشعرك شوي بأمور إيجابية بالنسبة للبيت الأول يعني البيت الأول أموره تقريبا اليوم أحسن شخصيتك بتحس أنه مرتاحة شوي عندك قدرة على التواصل وإقناع الأشخاص ممكن أنك أنت تنجز أعمال مهمة خلال هذا النهار يعني عندك حيوية عالية أما بالنسبة للبيت الثاني يعني على مستوى المال ممكن شوي بس الأمور تكون اهتمام بالالتزامات والديون وأشياء من هذا القبيل ممكن البعض القليل ممكن يحصل على بعض المساعدات أو الدعم خلال هذا النهار أو أنه يحصل على مال بوعود له يعني يسترده أهم إيش أنك تقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنتم نشطين اليوم تنشطوا في أمور الحركة والفكر وعندك قدرة على التواصل مع المحيط مقنعين بشكل عالي جدا عندك وجهة نظركو بتوصل فورا عندك رغبة كبيرة للتواصل والاتصال مواصلات شغلات من هذا القبيل أهم إيش أنه ما تعصبوا على أبنائكو ولا على أخ ولا على جار يعني بدك تمسك أعصابك أثناء تعامل مع أحد ولا الثلاثي اللي عنده امتحان أو دراسي اليوم بنجز إنجازات رائعة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل أنت على طبيعتك يعني إذا أنت طبيعتك من النوع المرح اليوم بكون أنت مرح إذا أنت من النوع اللي شوي هيك عصبي ونكد ومن هالأمور اليوم راح تنكد على الدنيا كلها وتخربها من فوق لتحت يعني بتعود على طبعك اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس يعني لغاية ساعات الصباح بيكون روتيني ولكن بعد ساعات الصباح بيصير إيجابي على مستوى العواطف فممكن تتواصل مع الحبيب أو تتصل معاه يعني يصير فيه نوع من أنواع التقارب الإطمينان المحبة الشغلات هاي ليش؟ لأنه أنت عندك رغبة بالأمور هاي وعندك يعني شغف للحب اليوم أما بالنسبة لبيتك السادس منشوف أنه اليوم إيش ما توكل لك من عمل اليوم أنت بتقدر تنجزه عندك رغبة عالية جدا بالحركة بإنجاز الأعمال بالاهتمام بالأمور العملية بالشغلات اللي زي هيك فالأشخاص اللي على رأس عملهم هدولة أكثر الناس اللي رح يستفيدوا من هاي الطاقة لأنه رح ينجزوا كثير من المهام والملفات والمتطلبات أما الأشخاص اللي قاعدين في البيت فرح يهتموا في أمور الحلاقة بالعمل المنزلي يا رح يهتموا بأمور الحلاقة بالزراعة يا بالترميم يا أما بأوراق ملفات حسابات اطلاع على مواضيع إلها علاقة بالعمل تطوير عملهم أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة إلى البيت السابع فهو روتيني تماما على مستوى التعامل مع الشريك فعشانك بتتعامل مع الشريك أنت على حسب طبيعتك على حسب الوضع برضو إذا كنت برضو أنت من الناس المحبوبين راح تكون العلاقة بينك وبين الشريك رائعة جدا وإذا كنت من الأشخاص اللي سريعي الغضب وهذا ممكن أن تتورط العلاقة بمشاكل بغناء عنها أما بالنسبة إلى البيت الثامن البيت الثامن جيد جدا يعني ممكن اليوم تسعى في أمور الليها علاقة بالأموال اللي ما بتعود لك يعني بمتلكها أشخاص ثانين بمعنى آخر يعني مثل ميراث أوراق ميراث أوراق طلب دين مساعدة دعم أشياء من هذا القبيل كلها هاي بتكون إيجابية اليوم في منكم ممكن يحصل على دعم من حكومة أو مستردات مالية أو مثلا تعويضات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة إلى بيتك التاسع بيتك التاسع مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات يعني بدعمك بشكل قوي وجيد جدا فعشان نفسيتك اليوم راح تكون رائع إن شاء الله أما بالنسبة إلى البيت العاشر فهو خالي تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فأنت بتتعامل على طبيعتك وعلى طبيعة الظروف اللي بتأثر عليك بالنسبة إلى البيت العاشر اللي هو بيت السمعة وبيت الأعمال مع الشركات أو في شغلك أما بالنسبة إلى بيتك 11 فأنا شايف بيت 11 اليوم عندك يعني شغف بالتواصل والاتصال مع الأصدقاء والمعارف والعلاقات وتطوير العلاقات ولكن إنه أهم شيء أنك أنت تحاول قدر الإمكان أنك أنت ما تحاول تفرض سلطتك على اللي حواليك على أصدقائك ممكن يصير تعاون ما بينك وبينهم وممكن تتلقى اتصال جميل جداً يكون ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو صديق زمان إلو ما حكى معك اليوم تتفاجأ إلا هو برن عليك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماماً ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل أنت بأريحية خلال هذا النهار من بيت المتاعب لأنه ما بيضغطك فعشان هيك اليوم شيئاً ما بتكون خفيف الضغوط عليك بالتعب أو بالعمل أو بالأشياء هاي إلا قلي طبعاً على حسب طالعهم برج الجوزاء طبعاً اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية لا تتشبث بمواقف متصلبة بل كن مرن ومبتسم ناقش بليونة وبدبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية طبعاً القمر الآن تحرك من مقابلك شوي على الدرجة الثامنة أو على البيت الثامن فعشان هيك أنت اليوم بتبلش تستعيد في حيويتك شوي بنشاطك شوي بتتغير الأمور عندك طاقة شوي أعلى من الأيام الماضية فعشان هيك اليوم بتلاقي أنه فيه أشياء أنت بتصير تفكر فيها تختلف عن اليومين الماضيات فبيصير عندك نشاط لأمور ثاني أو توجهات ثاني أو إنجاز ملفات ثاني أهم النقاط اللي هي مثل ما ذكرنا تأثير القمر وين موجود هذه الصفة العام اللي راح تكون غالبة عليك أما بالنسبة للمكملات اللي راح تصير خلال هذا النهر بالنسبة للبيت الأول يعني شخصيتك زي ما ذكرنا جيد جداً خلال هذا النهر أنت مشحون بطاقة ممكن تتواصل مع الأشخاص اللي حواليك بشكل جيد يعني بتلاقي فيه نوع من أنواع الحيوية حتى عندك أنت نفسيتك أريح أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأمور المالية بما أنه البيت الثامن وهذا البيت الثاني واثنين بيوت إلها علاقة بالمال معناته فيه أشياء إلها علاقة بالمال خلال هذا النهر يا استرداد مال يا دفعات يا إما مال إلك برجعلك يا إما أنت بتعمل شيء وبتحصل عليه عمال يا بتبيع شيء أنت وبتحصل على مال يا عمل إضافي بتحصل منه على مال يعني كل الأمور مفتوحة ولكن أهم إشي أنه حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فما زال النشاط عندك عالي جداً على مستوى الاتصالات والمواصلات في عندك نشاط بالحركة عالي جداً برضو ممكن اليوم تنجز كثير من المهام بتتواصل مع الحواليك وبتقنعهم اهتماماتك رائعة في منكو ممكن يهتم بأمور الحلاقة بالميكانيك أو بالاتصالات أو المواصلات أو الكهرباء أو أشياء من هذا القبيل في منكو ممكن يبرع ببحث معين أو نقاش معين أو أنه خياله يرسم له شيء معين ويقدر من خلاله يستفيد أهم شيء أنه دير بالك من العصبية اللي احنا دايماً مننبه منها أما بالنسبة للبيت الرابع يعني شوية الأمور بدنا نقول لغاية الساعات الصباح يعني بتكون روتينية ولكن بعد ساعات الصباح بتصير الأمور إيجابية وبتدعمك بتطور العلاقة ما بينك وبين الأفراد العائلة والإخوة والجيران والأقارب يعني بيكون فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي أو التلاقي على نقطة معينة أو فرحة شغلة من هذا القبيل يعني كلها أمور إيجابية في منكو راح يهتم بأمور إلها علاقة بالأعمال المنزلية أو الصيانة أو الترتيب أو المشتريات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس إيجابي اليوم على المستوى العاطفي بالعكس اليوم أنت عندك رغبة كبيرة ببعض الأمور العاطفية في منكو ممكن أنه يكون حساسة زيادة يعني هذا نص نحكي هيك بيكون حساسة زيادة لدرجة أنه ممكن يحتد ويعصب على الحبيب أو يصير في خلاف ما بينه وبين الحبيب خلال هذا النهار بسبب سوء تفاهم أو ردة فعل عصبية يعني حاولوا أنكو تطلعوا منها أما للأغلب هو جو عاطفي بامتياز أما بالنسبة لبيتك السادس على مستوى العمل بتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ممكن تهتم بكثير من الأشياء اليوم تحاول أنك تخلصها أو تنهيها يعني الوضع إجمالا إيجابي على مستوى العمل خصوصا الأشخاص اللي في البيت برضو ببرعوا بإنجاز بعض الأعمال المنزلية أو الاهتمام بعملهم عن بعد أو ممكن أنه هم يبتكروا أسلوب جديد للعمل وفي منكو لازم يهتم لوضعه الصحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني برضو بعطي نوع من أنواع الإيجابية على يعني شيئا ما بالتواصل ما بينه وبين الشريك يعني في تفاهم في تراغم ما بينهم إلا أنه الحساسية ما بتخلى يعني ممكن يتحسس من موقف من رفض الشريك لتنفيذ أمر لإله يعني من هذا النوع يعني بمعنى آخر أحكيها بالعامية يعني ممكن أنت تطلب طبخة معينة من زوجتك وتيجي زوجتك تقول لك والله بلاش الطبخة هاي الطبخة هاي فأنت تعصب أو تزعل لا تأخذ على بالك من هاي يعني خذ على هذا الصياق ما تزعل من أشياء بسيطة وسطحية أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه البيت الثامن إيجابي يعني مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وعلى مستوى التواصل مع أشخاص خارج البلاد بتنشط اليوم في أمور العلاقة للتسويق ممكن أنك تسوق لسلعة أو لشيء موجود عندك تحاول أنك أنت تبيعه اللي عنده امتحان اللي عنده مقابلة اللي عنده أي شيء خلال هذا النهار أو دراسة رح يبدع ورح يقدم بشكل ممتاز جدا أما بالنسبة للبيت العاشر فهو شوي رح يكون فيه نوع من أنواع يعني نوع من أنواع مماطلة في بعض الأمور العملية ولكن إجمالا أنك أنت بتقدر تنجز الأعمال المهمة أو المطلوبة منك على أتمى الوجه أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فبلقي أنا اليوم في نوع من أنواع الضغط في تعاملك مع بعض الأصدقاء أو مع صديق معين بسبب سوء تفاهم ممكن تحتد أو تعصب يكون هو بدي يسيطر عليك أو يكون بيكذب عليك أو بيحاول أنه يلف ويدور معاك فأنت بتكتشف الموضوع فبصير لك ردة فعل سلبية أو ممكن أنه استغابك أو كشف سرك فحاول قدر الإمكان أنك أنت تتعامل بعقلانية بدون اندفاع وتهور يعني حاول أنك تعالج الأمر بالعقل أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما من أي تأثيرات فعشان هيك الأمور دعميتك خلال هذا النهار يعني في تحسن ملحوظة رح يكون عندك تقدر تنجز الأعمال الضرورية بتهتم بصحتك بتتحرك بنشاط ممكن يكون في بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالمرح أو أشياء من هذا القبيل ولكن أنه برضو بدك تحذر وتنتبه وتراعي أمور ممكن تكون صحية إلك أو لا أحد المقربين لا إلك ممكن أنك أنت تهتم فيها برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم سواء في العمل أو العاطفة يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة ركز بشكل جيد ما ترتجل الأجواء ضغطة نسبيا المسئوليات كبيرة هدئ من روعك وما تنفعل طبعا القمر الآن يعني صار مقابلكم مباشرة وهذا بنزل من طاقتكم يمكن حسيته في اليومين الماضين كان في ضغط اليوم ضغط رح يعلى درجة بعدين بصير ينزل يعني هي بشكل هرمي بتصاعد بالسادس بطلع طلوع لوصل للسابع بعدين برجع بنزل نزول فهي أعلى ضغط طاقي موجود أو تراجع طاقي موجود بيكون عند موليدة برج السرطان أو الأبراج كلها لما بيكون القمر مقابلهم بالنسبة للبيت الأول أنا شايف يعني النفسية متقلبة اليوم بأكثر من مزاج يو لحظة عصبي لحظة مبسوط لحظة ببدك تحكي مرة منفعل مرة عندك ثقة بنفسك مرة فيش ثقة في نفسك مرة وساوس مرة أفكار سودة مرة مش عارف إيش يعني كلها خربطة اليوم على المستوى النفسي فعشان هيك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان أنت ما تخسر باقي الطاقة من وجود القمر أما بالنسبة للبيت الثاني على الوضع المالي برضو نفس الشيء يعني متذبدة باليوم ممكن هي متطلبات ومصاريف ودفعات وأشياء من هذا القبيل وبتحاول أنك أنت ترتب الأمور ولكن بتلاقي أنه الضغط أكبر من يعني المصروف أو الضغط عليك أو المطلوب منك أكثر من اللي جايت في بعض الأشخاص ممكن يستفيدوا وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يستفيدوا من عمل إضافي أو يستردوا أموال بتعودلهم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو ممتاز جدا على مستوى التواصل والاتصالات وعلى مستوى الإقناع وعلى مستوى كل الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والفكر هاي الأمور نجحة بكل المعاني فممكن أنت اليوم حتى أنه تحث أبناءك على الدراسة بطريقة معينة أو توصل رسالة معينة لبعض الأبناء ممكن تتواصل معهم ممكن يزيد نشاطك اليوم بالاتصالات أو على مستوى التواصل مع الأفراد اللي بيشتغلوا بمجال التسويق أو التجارة المحلية وخصوصا اللي على رأس عملهم اليوم رح يستفيدوا بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع جيد على مستوى البيت يعني الأمور بلشت تستقر شوي على مستوى البيت في نوع من أنواع التفاهم أو التناغم مع العائلة أهم إيش أنك ما تحاول أنك تفرض رأيك وحاول أنك أنتو تكون متوازن يعني مرة معاك ومرة عليك فحاول أنه تكون من هاي الطبيعة أما بالنسبة للوضع العام إجمالا وضع البيت جيد في منكو رح يهتم بأمور العلاقة بالمشتريات أو الصيانة أو الترتيبات المنزلية وفي منكو ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الخامس يعني البيت الخامس بدعمك بشكل قوي جدا اليوم على المستوى العاطفي يعني فيه غرميات فيه تواصل فيه حب فيه أشياء من هذا القبيل يعني جيدة هي اللي بتخفف عليك الضغط شوي لأنه أنت أساسا عاطفي فبهمك الأمور العاطفية أكثر شيء إنها تكون مستقرة فاليوم إن شاء الله إنه فيه استقرار عاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل اليوم يعني ممكن تتكاسل شوي عن إنجاز بعض الأعمال ولكنك أنت بتعرف تقسم وقتك وتعمل العمل الضروري والمطلوب منك العمل المهم والباقي ممكن أنك تتأجله رغم أني أنا ضد التأجيل ولكن إذا بتقدر تنجزه إنجزه بيكون أفضل إليك أصلا يعني أساسا أما بالنسبة للوضع الصحي فإجمالا اليوم بدك تدير بالك على صحتك بشكل كبير لأنه طاقتك بأقلها فعشان هيك ممكن تشعر ببعض التعب أو الإرهاق أو الوساوس أو الأفكار فحاول أنك تطلع من هذا الجو أما بالنسبة للبيت السابع فهو مثل ما ذكرنا القمر موجود فيه يعني بتوقعاتنا بداية الحلقة بالنسبة للبيت الثامن يعني إجمالا روتيني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار على هذا البيت فعشان هيك تتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك بتغلب عندك الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأشخاص خارج البلاد أو ممكن التواصل والتراسل على أمور بتتعلق بأوراق سفر أو معاملات أو أشياء من هذا القبيل فيه منك رح يهتم بأمور الدراسة أو مؤسسات تعليمية أو ممكن يهتم بعملية التواصل مع أشخاص أجانب أو بعاد أو ببلد ثاني لحل مشكلة معينة أو لمشروع معين يعني كلها تتعلق على يعني على المكاسب من البيت التاسع كلها إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للأمور القانونية والقضائية فهي برضو جيدة جدا وممكن أنها تصب في مصلحتك الأوراق القانونية أو القضايا أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه يعني خلو يعني روتيني ما فيه أي شيء لا كبير ولا مهم ولا ضار فعشان هيك بتتعامل على مستوى بيت السمعة والأعمال مع الشركات الكبيرة بشكل روتيني تماما أما بالنسبة لبيتك 11 بدعمك مع بعض الأصدقاء كنوع من أنواع التواصل أو الإطمئنان أو حتى طلب المساعدة أو المشورة أو حتى طلب رأيهم في موضوع معين المهم اليوم ممكن يبادروا بمساعدتك أو أنت تبادر بمساعدتهم على كل الحالتين جيد ممكن هم اللي يتصلوا فيك وممكن صديق له فترة طويل لما يتصل فيك اليوم يتفقدك أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تعاني شوي اليوم أو بدك تحذر شوي بما أنه الطاقة ضعيفة معناته أنت عرضة اليوم أنه يصير عندك بعض الأشياء المفاجئة أو المتعبة عشان هيك من قلك اليوم إنجز الأعمال الضرورية المطلوبة منك حاول أنك ما تجهد حالك زيادة حاول توقف القسط كافي من الراحة راقب غذائك وراقب أدويتك ودير بالك من الوسواس والوهم هم عدوك في هاي الفترة الوسواس والوهم والغضب والعصبي مرج الأسد طبعا الآن القمر تحرك للبيت السادس يعني بلشت الأمور تحتد عندك هذا بيت العمل وبيت الصحة عشان هيك بابدأ اليوم العمل بتراكم لديكم مع هيك بتكونوا يعني بتشحن حالكوا بطاقة عشان تكونوا قادرين على إنجاز قسم كبير من العمل أهمش إنه ما تهملوا صحتكم ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة فتكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون هناك عمل جديد أو فكرة جديدة لعمل أنت بتبتكره خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول نفسيا شوي بتضغطك فعشان هيك بتكون اليوم يعني شوي فيه نوع من أنواع الحدية مش الكثيرة أو الكبيرة ولكن إنه شوي بيكون عندك نوع من أنواع نرفزة أو ردات الفعل الغير طبيعية خلال هذا النهار أو الحساسية عندك بتكون زايدة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو يعني على مستوى الوضع المالي يعني إجمالا في بعض الأمور اللي إلها علاقة إما بمساعدات أو بدعم أو أشياء من هذا القبيل أو إنه ممكن تسترد بعض الأموال اللي بتعود لك الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن اليوم يعني ينجزوا بعض الأعمال أو إنه يكون فيه مردود مالي بيجيهم من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك بشكل قوي ما زالت القدرة عالية جدا عندك على التواصل والاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أشخاص داخل البلاد تقدر تقنع اليوم أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية ممكن تهتم بأمور بحثية أو دراسية أو تدرس موضوع معين أو تنشط حتى بالحركة والتواصل يعني أمور إيجابية في منكم ممكن يحث بعض أبناءه على الدراسة أو يحث ابنه على الدراسة أو يساعده في موضوع دراسي أو يكون عنده نشاط فكري أو ذهني عالي جدا أما بالنسبة للبيت الرابع مع الثالث يعني بصير في نوع من أنواع التعاون مع أخ أو مع جار أو مع أحد أفراد العائلة التواصل العائلي جيد جدا في نوع من أنواع التقارب العالمة بينكم نسبيا في نوع من أنواع التلاقي يعني الأمور إيجابية وقوية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف المستوى العاطفي شوي اليوم بنزل يعني بس بتعمل الشيء المطلوب منك تواصل عاطفي بسيط بدون اندفاع أو حماسة كبيرة السبب أنه عندك حساسية عالية فبتخاف من ردات الفعل اللي تيجي بشكل عفوي حاول أنك أنت تتواصل بعقلاني وتشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز الحساسية بتلاقي الأمور مشت بالاتجاه الصحيح أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني شوي ممكن على مستوى الشراكي يعني التوافق عالي ما بينك وبين الشريك مش عالي كثير ولكن أنه في نوع من أنواع التفاهم ممكن تطلاقه على مسألة معينة أو حل مسألة معينة أو ممكن يصير في توزيع لبعض المهام أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد يعني اليوم ممكن تسعى في أمر العلاقة في سلفي أو دين أو قرض أو أمور اهتمام ببعض المسائل المالية المشتركة خصوصا الأموال اللي ما بتعود لك في منكم ممكن يحصل على مساعدة أو دعم أو شيء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا خلال هذا النهار ممكن يصير في نوع من أنواع التواصل الخارجي مع أشخاص خارج البلاد أو تتفقدهم أو يتفقدوك أو ممكن حتى الاهتمام بنوع من الدراسة أو لغة أو ثقافة جديدة أو موضوع جديد أو أشياء لها علاقة بالمواضيع السياسية حاول قدر الإمكان بس أنه أنت إذا كان عندك امتحان أو دراسة ما تعتمد كثير على الحظ يعني يبدأك تدرس وتستعد في منك ممكن ينشط في أمور إلاها علاقة بالأوراق القانونية أو إشيء العلاقة في المحاكم أو شغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر فارغ تماما من التأثيرات فعشان هيك منقول أنه روتيني على مستوى العمل بالمؤسسات الكبيرة وبرضو روتيني على مستوى السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بشكل إيجابي على مستوى الأصدقاء فممكن تتلقى اتصال من صديق معين أو ممكن اتصال تفقدي أو أنت تتصل بصديق للإطمئنان عليه أو للتشاور معه أو تواصل معه أو ممكن اليوم يكون في أجهب على أسئلة معينة أو يصلك خبر أنت كنت منتظره من فترة طويلة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو إجمالا جيد يعني ما زالت الأمور نوع من أنواع الحماية لا إلك ولكن أنه برضو بهدد على نقطة الضعف الصحة أو بعض المشاكل الصحية حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تستسلم للأمور راقب وضعك الصحي وتغذيتك حاول أنك تنجز العمال الضرورية الأشياء المطلوبة منك حاول أنك أنت برضو تأخذ قصد كافية من الراحة في منك رح يقلق أو يمكن يصلوا خبر عن أحد الأصدقاء أو المعارف بعافية شوي أو صحته شوي تعباني أو أشياء من هذا القفيل برج العدراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب للنشاط فني إذا هاي فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة يعني فيها نوع من أنواع السعادة القمر صار في البيت الخامس يعني بدعمك بشكل قوي بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة يعني تكون أنت صرفت شيء أو مثلا ما كان بالوضع الطبيعي أنك ممكن تعمل هذا الشيء فاليوم أنت تحاول أنك ترتب الأمور أو تعمل نوع من أنواع التراجع أو المصالحة نوع من أنواع التقارب فترة بناءة وإيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول يعني بعطيك نوع من أنواع الثقة بالنفس اليوم مشحون أنت بطاقة عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام مشحون بطاقة عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فشوي هنا الضغط ممكن يجي على شيء العلاقة بأمور مالية ممكن أنك أنت تقلق بأشياء مالي أو ترتيب بعض الأمور المالية أو أوراق مالية أو ديون أو التزامات أو أشياء من هذا القبيل قلة منكم ممكن يحصل على أموال وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يحصل بعض الأموال من عمل إضافي وفي منكم ممكن يحصل على نوع من المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والأمور الفكرية فاليوم ممكن تقنع أشخاص بوجهة نظرك وممكن تنشط ببعض الأمور حتى لو رياضية يعني نوع من المشي حتى فعشانك اليوم غالب عليك نوع من أنواع الحركة والنشاط الذهني في منكم بحث أبناءه على الدراسة وفي منكم ممكن ينشط بأعمال تطلب نوع من أنواع الجهد أما بالنسبة للبيت الرابع يعني على مستوى البيت الأمور تستقر اليوم بيصير فيه نوع من أنواع التوازن والتواصل مع أفراد العائلة ممكن يهتمام فيهم أو الاهتمام فيك أو التناقش على مسألة معينة تتناقشوا في مسألة هيك تحاولوا تحلوها بيصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة في منكم ممكن يهتم في أمور إلها علاقة بالأعمال المنزلية أو بعض الصيانة أو بعض الترتيبات يعني أشياء روتينية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات هو جيد أما بالنسبة للبيت السادس فهو أنا بيدعمك بقوة على إنجاز بعض الأعمال اليوم تقدر تنجز بعض الأعمال الموكلة لإلك ممكن تهتم في أمور ملفات أو معاملات أو أشياء من هذا القبيل لأشخاص اللي على رأس عملهم أو بعملوا من خلال البيت اليوم بنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما على مستوى الشراكة فعشان هيك لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك أنت بتتعامل أما بالنسبة للبيت الثامن برضو روتيني فعشان هيك على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك أو الأموال المشتركة بتتعامل فيها على حسب الطبيعة اللي أنت فيها فممكن أنت اليوم يكون لك تواصل مع أشخاص وتحصل بعض الدعم وممكن ما يصير هذا الشيء أما بالنسبة للبيت التاسع فلغاية ساعات الصباح الأمور بتكون محتدة ولكن من ساعات الصباح بتصور الأمور إيجابية ممكن تتلقى اتصال أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدة وممكن برضو يكون أمور إلها علاقة بالدراسة أو المراسلة أو بالاهتمام بأوراق قانونية يعني أمور كلها بتمشي بالاتجاه اللي بيصب بمصلحتك أنت بدعمك الأمر بشكل قوي فعشان هيك الأمور منقول إنها إيجابية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو روتيني تماما على مستوى بيت السمعة فعشان هيك يعني بتعمل الأشياء المطلوبة منك أو ضرورية فقط وما بتحاول إنك تبتكر إشي جديد خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات وعا مستوى الأصدقاء فاليوم ممكن تتشاور مع صديق أو تبحث مسألة معينة ممكن اليوم تصل لأجوب كثيرة بهذا الخصوص وممكن يصلك خبر أنت ما كنت متوقعه خلال هذا النهار وممكن يتصل فيك شخص زمان إلو ما تواصل معك أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب يعني شيئا ما روتيني فعشان هيك بنقول لك يعني بدك تدير بالك بس من العصبية ومن يعني أمور صحية ممكن تيجي عابرة أهم إش إنك ما تترك الوسواس إنه يسيطر عليك أو الوهم وإطلع من هاي الأمور بتلاقي أمورك إيجابية فيما منك رح يهتم بأمور العلاقة بالتغذية أو رياضة أو برنامج حركة أو أشياء من هذا القبيل أهم إشي إنك تحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية بتلاقي الأمور مشت لصالحك وبتدعمك بشكل قوي برج الميزان اليوم القمر صار في البيت الرابع بيت البيت فعشان هيك اليوم التركيز كله حول شؤون البيتية والعائلية بوسعكوا إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو شوي مضطرب اليوم مرهف الحس بعض الشيء تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كلياً ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة أعمال وإنشغالات منزلية أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم المزاج عندك متذبذب يعني بتلاقي لحظة مبسوط لحظة تعبان لحظة متذايق لحظة مضطرب لحظة عصبي مزاجك يعني اليوم مش ثابت على رأيه فعشان هيك بتلاقي فيه تقلب كثير رح يصير فيه مزاجك خلال هذا النهار ما بين سعودة وما بين نحوسة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو يعني شوي بعطيك اهتمام على الأمور المالية أكثر ممكن تهتم في بعض الأمور المالية أو يكون فيه أشياء مفرحة أو رد على موضوع أو على مسألة كنت طارحة أنت بالفترة الماضية على أمور العلاقة بالمكاسب المالية ممكن تسترد أموال اليوم أو يجيك نوع من أنواع الفرج بهذا الاتجاه أو يجيك جواب على سؤال أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأمور نشطة على مستوى التحركات والاتصالات والنشاط الفكري أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو داخل البلاد بدعمك هذا الموضوع بشكل قوي جدا فعشان هيك اليوم عند قدرة على الإقناع والتسويق وأمور الدراسة والبحث والأمور اتصالات ومواصلات وأمور فكرية كلها هي بتدعمك بشكل إيجابي في منكو ممكن يتعاون مع أخ أو جار وفي منكو ممكن يهتم بأمور الاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الخامس فيعني نقدر نقول أنه شوي في نوع من أنواع الضغط العاطفي عندك ممكن سوء تفاهم أو بعض الجدال أو الخصام أو أشياء ما كانت على البال خلال هذا اليوم بتحاول أنك أنت تتجاوزها ولكن أنه هي ضغط عليك بشكل كبير حاول أنك ما تتحسس للظروف ولا الأمور بتلاقي الأمور رجعت لنصابها وصار في تلاقي ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل يعني بتقدر تنجز العمل المطلوبة منك أو المفروضة عليك بتقدر تعملها على أكمل وجه في نفس اللحظة بدك تهتم بشؤون صحية أو بوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكة فعشان هيك شوية الأمور ممكن تكون إيجابية على مستوى التعامل مع الشريك إذا أنت جنبت الحساسية وردات الفعل العصبية بتلاقي الأمور استقرت وفي أمور طبيعية بتصير ما بينك وبين الحبيب أو الشريك بمعنى آخر أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن روتيني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك تعاملك بيكون روتيني بتتعامل على حسب الوضع اللي أنت عليه إما أنه اليوم بيكون مؤهل لأنك تحصل بعض الأموال أو أنه بيكون يوم روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيحثك على أمور العلاقة بالدراسة أو البحث أو بعض المسائل القانونية أو الأوراق القانونية ممكن تهتم اليوم باتصالات بأشخاص خارج البلاد أو مؤسسات تعليمية أو تعلم لغة جديدة أو نقاشات أو اهتمامات إلها علاقة بالسياسة بالدين بالفلسفة بأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بيدعمك على مستوى بيت السمعة فعشان هيك الأمور بتصير إيجابية اليوم ممكن أنك أنت تتواصل مع أشخاص بالعمل أو زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن أنه يكون فيه أخبار إيجابي لهذا الموضوع أما الأشخاص اللي على رأس عملهم فاليوم بقدروا ينجزوا الأعمال المطلوبة منهم بمساعدة صديق أو زميل أو رئيسهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 يعني بدعمك على مستوى العلاقات والمعارف فممكن اليوم إما تستعين بصديق أو تتواصل مع صديق أو تتفاجأ بخبر عن صديق فيكون شاغل فكرك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بدعمك بشكل قوي فعشان هيك اليوم ما في شيء بخوف بالعكس أنت مسيطر على الأمور جسمك بلشين شحن بطاقة إيجابية تم يهيد للفترة القادمة فعشان هيك ممكن تهتم بأمور العلاقة بالصحة بالتغذية بالفيتامينات بأشياء من هذا القبيل أهم هي أنك تحاول تنجز الأعمال الضرورية فقط حاول أنك تراقب غذائك وتأخذ قسط كافي من الراحة برج العقرب طبعا اليوم يوم النشاط إحنا بنسميه بس إنه له محاذير يعني بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكارك جديدة بتحصل على فرصة جيدة ومشاعرك وتبريرك وتبرير لما واقفك بتنشط في التنقلات والاتصالات أوكي هيك الأمور يعني منقدر نحكي إنها جيدة ولكن المسألة اللي أنا شوي بحذر منها اليوم بكون في حدية في طباعك وعصبية وحسسية زيادة وممكن تجهد حالك زيادة فيصير عندك بعض التعب وبعض الإرهاق حاول إنك توازن الأمور بشكل صحيح أما بالنسبة للبيت الأول فهو اليوم أنت مشحون بطاقة عالية بتقدر اليوم تنجز كثير من المهام والأعمال بالعكس سرعة بديهتك عالية وبرضو شخصيتك مشحونة بطاقة إيجابية اليوم تقدر تعمل أشياء كثيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف البيت الثاني شوي يعني بضغطك على الأمور المالية أو بشغل فكرك للأمر المالي أو الحسابات أو الترتيبات دفعات أمور حسابية رياضية شغلات من هذا القبيل حاول إنك ترتب الأمور هاي بدون مصاريف زيادة وبدون إنفعال زيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد يعني على مستوى البيت التوازن داخل البيت في اتفاق أو في تواصل أو في لقاء ما بينك وبين أفراد العائلة ما في أي سلبية موجودة ممكن تهتم ببعض الأعمال المنزلية أو الاهتمامات المنزلية وشوي هاي الأمور ممكن إنه هي اللي تسبب لك الإرهاق اللي إحنا ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بيحفز وبشجع الأمور العاطفية اليوم بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو التلاقي على مسألة معينة ممكن اليوم تحلوا مسألة معينة أو تفقوا على شيء معين أو توزيع مهام يعني أمور إيجابية وجيدة على مستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فهو أنا برضو بلاقي أنه على مستوى الأعمال أنت مرهق ما بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك أو بتنجزها وبتتعب فحاول أنك ما ترهق حالك وحاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه البيت السابع روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك يبدأك تحاول أنك أنت توازن الأمور بشكل عقلاني خلال هذا النهار بدون حساسية أو عصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما يعني إذا الانشغال بد يكون على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم أنت بملفات أو عقود أو أوراق قديمة أو بعض الأشياء اللي فيها نوع من أنواع الوثائق اللي بتدل على الالتزامات أو أموال ممكن أن تتحصل منها مستقبلا أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايفه إيجابي يعني بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار فعشان هيك عندك شغف للتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بصحة بعض الأشخاص حتى لو بالإطمئنان على صحتهم في منكم رح يهتم بأوراق قانونية وأشخاص رح تهتم بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو دراسة لغة جديدة أو الاهتمام بثقافة جديدة ومنكم ممكن يبحث معين أو يدخل بأشياء ممكن تساعده في الفترة القادمة بلغة جديدة أو أشياء علمية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف بيت السمعة شوية في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك حاول أنك أنت اليوم ما تخالف أي شيء أو ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك بالعكس حاول تحافظ على سمعتك وعندك القدرة على هذا الإشيي وفي منكم اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا بعض الأعمال المهمة وممكن يصير فيه نوع من أنواع تعاون ما بين زميل بالعمل أو رئيس بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء شوي فيه نوع من أنواع الحدية أو القلق أو فيه نوع من أنواع الأخبار اللي ممكن تصلك من صديق أو عن صديق شوية أرقك أو تتأزم الوضع عندك أو يعني تجذب تعاطفك معاه فعشان هيك يحاول أنك أنت يعني تكون عقلاني في الأمور هاي وتواصل بشكل عقلاني بدون اندفاع وعواطف الزيادة وحاول أنك ما تعصب والثور إذا اكتشفت خلل من صديق لا إلك أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف بيت المتاعب شوي يعني فيه نوع من أنواع الضغط ولكن أنا ما بسميه ضغط يعني بس حاول أنك تنجز الأشياء الضرورية حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول تراقب غذائك بشكل جيد وراحتك أهم نقطة خلال هذا النهار برج القوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما فما تتكبر يعني حاول أنك أنت تمشي مع هاي المساعدات لأنه ممكن أنت تكون بحاجتها الكواكب بتعمل في هاي الفترة لصالحك بتسهل حياتك ما تسمح لأحد بأنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي طبعا القمر موجود في البيت الثاني بهاي الأشياء اللي رح يعطيك إياها أو الميزات اللي رح تكون غالبة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول اليوم الشخصية أحسن ثقتك بنفسك أحسن عندك نشاط بتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال أو المهام أو المسؤوليات اللي مطلوبة منك أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات البيت الثالث يعني شوي أنا بلاقي أنه عندك نشاط وعندك قوة ولكن عندك حدية وعندك غضب عندك نوع من أنواع العصبية أو ردات الفعل العصبية أو التشتت الذهني أو عدم التركيز عشان هي كما نقول لك اليوم يعني ممكن تنشط بالاتصالات وبالتنقلات بالدراسة بالإقناع بالشغلات هاي ولكن برضو بيغلب عليك العصبية لا تتسرع ولا تتهور ولا تعصب وفي نفس اللحظة ما تندفع وتتهور حاول أنك تركز اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم بده يركز بشكل جديد وما يعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع روتيني تماما يعني التعامل على مستوى البيت منقدر نحكيه روتيني ما فيه شيء جديد يعني بتتعامل على حسب شخصيتك وعلى حسب طبيعة البيت وعلى حسب مكانتك في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس بدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار عاطفيا ولكن أنه برضو بتكون فيه نوع من أنواع الحدية أو الانزعاج من تصرف الحبيب ممكن تحسس ممكن ردة فعل ممكن تقصيره أشياء من هذا القبيل حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية اليوم عشان أنت تكسب من الحبيب قدر الإمكان عاطفيا أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أن الأمور على مستوى العمل اليوم بتراكم العمل عندك ما عندك قدرة كاملة على إنجاز الأعمال فعشان هيك ممكن يتراكم العمل عليك أو ممكن أنك ما تقدر تنجز أشياء كثيرة خلال هذا النهار فبرضو بدك تهتم بالوضع الصحي ممكن صحتك أو صحت قريب إليك تكون بحاجة للرعاية أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة يعني الشراكة المالية والعاطفية ممكن يكون فيه بعض الحدية في التعامل ما بين الشركاء خصوصا الأزواج فعشان هيك يبدون يمسكوا حالهم يضبطوا عصابهم ما فيه دعا للتحسس وردات الفعل عشان ماثور المشاكل أو يثوروا مشاكل ويكبروا مشاكل وخلافات ما بينهم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا بيدعمك على مستوى التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أوراق قانونية أو دراسة امتحانات كلها هاي خصوصا الامتحانات اللي بتيجي على الطلاب الجامعيين هدولا باعتمدوا على الحضوض يعتمدوا على الحضوض يدرسوا ولكن أنه الوضع بساعدهم البيت الثالث تحت الثانوية العامة الثانوية العامة للابتدائي البيت التاسع بعطيه من اللي هي المراحل الجامعية والمتقدمة في الدراسة فهذا البيت التاسع بدعم بشكل إيجابي خلال هذا النهار منكو بينشط في أمور العلاقة بالسياسة أو الفلسفة أو الدين وفي منكو ممكن يهتم بمسائل العلاقة بأوراق قانونية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر اليوم بدكو تديروا بالكو ما في داعي للمجازفات أو مخالفات القوانين أو العمال مشبوهة أو التهور أو المغامرة يعني أي شيء بشوه السمعة خلال اليومين القادمة هذولا بدك تلغي تماما بدك تحافظ على سمعتك وعلى إنجازاتك ما تحاول تخالف نهائيا الأشخاص اللي على رأس عملهم يحاولوا أنهم ما يتغيبوا أو يتأخروا أو أنه يصير في صدام بينهم وبين زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيت الصداقة فأنا شايف أنه جيد يعني في نوع من أنواع التواصل أو الإطمئنان على بعض الأصدقاء أو الإطمئنان على حالهم أو ممكن التشاور أو المساعدة أو طلب الدعم في مسألة معينة بدعمكم الوضع بشكل إيجابي وممكن يكون في نوع من أنواع التطور في العلاقة أو ممكن تتلقى اتصال أو خبر عن صديق زمان إليك ما تطمنت أو ما سمعت عنه شيء أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب خالي تماما عشان هيك الأمور إيجابية وبالعكس يعني الأمور بتفتح مسافة ما بينك وبين المتاعب لدرجة أنك أنت اليوم تكشف أي تآمر أو أي شخص ممكن أن يحاول أن يتآمر عليك بتكشفه بكل سهولة وتكون عارف كل شيء بسرعة بديها عالية أهم شيء أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك حاول أنك تنجزها على أكمل وجه وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة راقب غذائك تغذيتك وإذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة حاول أنك أنت تهتم في حالك إذا شعرت في شيء غير طبيعي راجع طبيبك برج الجدي طبعا برج الجدي من ساعات منتصف الليل بتتغير الأوضاع تماما عندهم بيبدأوا اليوم فترة أفضل وإيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوزعكوا السيطرة على زمام الأمور حاول أنك تجد موضوع جديد أو تبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الانفراج والنجاح من أسرع فترات الشهر ادخل التنويع إلى حياتك الشخصية ممكن تشعر بنوع من أنواع الانفراج أو التسوية طبعا اليوم يختلف عن يوم أمس يوم أمس كان فوضى كثير في التوقعات اليوم تختلف الأمور بما أنه القمر رح ينتقل لعندك فمعناته الأمور اليوم نفسيا رح تكون جيدة على مستوى البيت الأول أمل بالنسبة للبيت الثاني بيفتح لك مجالات على مستوى بعض المساعدات المالية أو استرداد بعض الأموال لإلك واللي بيشتغلوا ممكن اليوم يحصلوا يعني اللي عرأس عملهم ممكن اليوم يحصلوا بعض النتائج إلها علاقة ببعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو استرداد بعض الرواتب أو النجاح في تجارة معينة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بضغط على نوع من أنواع العصبية وردات الفعل العصبية عندك فعشان هيك بدك تدير بالك من الاندفاع والتهور أو المغامرة والمجازفة بدك تكون حذر جدا خلال هذا النهار ما في داعي للتهور ولا للتزمت في رأي معين حاول أنك تدرس الأمور على أكمل وجه تروى يعني بدك تمسك حالك من الاندفاع ثاني إشي رح يتلاقي أنه مزاجك مشتت شوي ما عندك قدرة على التركيز ممكن لسه الأمور ما استقرت تماما من تأثيرات انتقال القمر فعشان هيك بدك ما تتخذ قرارات اليوم حاسمة أما الأشخاص اللي عندهم امتحانات أو دراسة خصوصا اللي هي المراحل الابتدائية والثانوية هذولا بدهم يرقزوا بشكل جيد ويدرسوا ما يعتمدوا على الحظوظ لأنه الوضع مش مساعد بالعكس ضاغط عليهم بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الرابع فهو فارغ تماما من أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك يعني بدهم يتعاملوا على وضع البيت على الروتين اللي هم تعودين عليه أو على الطبيعة اللي هم تعودين عليها أما بالنسبة إلى بيتك الخامس فهو بدعمك على مستوى الحظوظ وبالعكس ممكن اليوم يكون فيه تلاقي رائع جدا ما بينك وبين الحبيب وممكن يفتح لك مجالات ما كنت أنت متوقعها يعني يكون الجو عاطفي بامتياز أما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس براكم عليك الأعمال فعشان هيك اليوم بتحس أنه فيه ذبذب عندك لحظات نشيط لحظات ما بتحب أنك أنت تشتغل أي شيء أو بتقصر بأعمالك بعدين ترجع بتنشط بعدين ترجع بتقصر مرة ثانية حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتنجز الأعمال الضرورية وراقب ووضعك الصحي أهم إشيك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية روتيني تماما ما فيه أي شيء بدعمك لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل عن مستوى بيت الشراكة بطبيعتك وبطبيعة العلاقة ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد وبدعمك بشكل قوي على مستوى الأموال المشتركة فاليوم ممكن يجيك خبر عن أموال أو مساعدات أو استرداد بعض الأموال اللي بتعود لك أو ممكن تجد شيء كنت فاقده بالفترة الماضية اليوم تلاقي يعني وضع إيجابي وجيد على مستوى الشراكة المالية المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهذا بفتح مجالات كبيرة للأشخاص اللي في الدراسة الجامعية ممكن أنهم اليوم ينجزوا دراستهم أو يدموا امتحاناتهم بشكل جيد وبثقة عالية جداً واللي عنده اهتمام بأوراق قانونية أو معاملات قانونية كلها بتصب بمصلحتك واللي عنده شغف بالاتصالات الخارجية أو التواصل أو التواصل الاجتماعي اليوم ببدع اللي عندهم دراسة أو بحوث بنشطوا بأمور الهلاقة بالفلسفة أو الدين أو أمور المحاسبية والحسابات والأشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو فارغ تماماً بيت السمعة ما بيأثر عليك لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على طبيعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بشكل قوي جداً على مستوى العلاقات والأصدقاء والمعارف فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بين بعض الأصدقاء أو اتصال أو التواصل على مسألة معينة ممكن نقاشات ممكن اليوم تتواصل مع صديق زمان إليك ما ما سمعت عنه شيء أو ما طمأنيت عليه ولكن أنه ممكن اليوم يكون إيجابي بهاي النقطة وممكن تسمع قبر يفرحك أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب جيد جداً آمن الآن بالفترة هاي بالعكس بيساعدك في أمور كثيرة وممكن أنه يدعمك بشكل إيجابي حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية حاول تراقب تغذيتك مظبوط إن شعرت ببعض التعب الصحي لازم تراجع طبيعك طبيبك وبرضو اهتم براحتك برج الدلو طبعاً الدلو الآن أنت دخلتوا بفترة لأيومين يعني ليوم 14 الشهر فترة صعبة بتشعروا بالتعب بناء منكم بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها أخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماماً من كل خبر وحسم حاول إنهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات يعني ممكن تكون بعضها صعب ممكن كمان تخسر صفقة صفقة تجارية أو تحزن لخبر معين ما في داعي أنك أنت تتسرع هذا القمر معروف أنه في بيت المتاعب بضغط بشكل كبير دائماً على أصحاب الأبراج فدائماً أصعب مراحل بمر عليها البرج هي لما القمر يكون موجود في البرج اللي قبله ولما يكون مقابله في البيت السادس والسابع والثامن فهاي أصعب فترة بتمر عليك أما بالنسبة للبيت الأول اليوم بتلاقي شخصيتك متقلبة بشكل كبير لحظة أنت مبسوط لحظة زعلان لحظة شارد الذهن التفكير ما في عندك تركيز لحظة نفسيتك تعبانة حاس حالك بدك تبكي لحظة يعني فوضة الحواس اليوم بتكون فعشان هيك حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان ما تخلي الأمور هاي تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فيعني ممكن الأمور المالية شوي يعني ها يكون فيها نوع من أنواع المساعدات ولكن ما رح تكون على الكل في أشخاص اللي عرأس عملهم هم بس اللي ممكن يستفيدوا في الأمور المالية باتجاه العمل الإضافي أو استرداد بعض المستحقات اللي بتعود لهم أما بالنسبة للبيت الثالث فبرضو نفس الشيء من حذرك من التشتت الذهني من العصبية وردات الفعل العصبية ما في تركيز عندك خلال هذا النهار فعشان هيك بيقول اللي عندهم امتحانات وخصوصا طلاب اللي من الثانوية العامة للإبتدائي يعني هاي المرحلة الأساسية هدولا بدهم يهتموا بالدراسة بشكل كبير وبدهم إذا عندهم امتحان بدهم يعتمدوا على دراستهم ما بدهم يعتمدوا على الحضوض يعني نشاطك ممكن يكون فوضوي ممكن يتعرض حالك لبعض الإصابات انت حركت وانت مش مركز أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط على البيت الرابع فعشان هيك في بعض الحدية على مستوى البيت ممكن إنه هاي الأمور شوي تتطور خلال هذا النهار لمشكلة أو لسوء تفاهم ممكن يصير بعض العطال المنزلية اللي بتتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام يعني هذا برضو باب من أبواب الضغط اللي رح يكون موجود عليك خلاف عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس يعني عاطفيا شوي متقلبي برضو بتلاقي اليوم علاقتك مع الحبيب يوم عتبان على الحبيب لحظة بتكون عتبان على الحبيب وبتعاتب فيه لحظة بترجع وتتصالح أنت والحبيب لحظة بترجع وتعصب أنت والحبيب وبتعملوا مشاحنة بينك وبين بعض بعدين ترجع وتتصالحوا وبعدين ترجع وتتزاعلوا يعني اليوم كله متقلب على المستوى العاطفي حاول قدر الإمكان أنك أنت تستقر وما تخلي المشاكل تكبر وتتفاقم ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أن الأمور على المستوى البيت السادس يعني متراكم العمل عندك أو أنه واقف العمل متوقف العمل عندك فعشان كذا إشي برهقك بشكل كبير حتى الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم ممكن يتراكم العمل عندهم وما يقدروا ينجزوا أعمالهم فعشان هيك بدك تحاول تشحن حالك بطاقة عشان هذا الأمر ما يتعب صحتك لأنه برضو مرتبط العمل والصحة مرتبطة في بيت واحد فإذا يعني بدك تنجز الأعمال وفي نفس اللحظة ما تخليها تتراكم وفي نفس اللحظة بدك تنتبه على صحتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع جيد على مستوى الشراكة في نوع من أنواع التناغم أو التفاهم بيكون بينك وبين الشريك فعشان هيك ممكن تتلاقوا لتوزيع المهام أو حتى أنه أنت تعمل عليك والشريك ما يضغط عليك إلا إذا كان طالعه يعني طالع التس بمعنى أخر ويجي يجي وينيلها عليك فيروح يخرب الموضوع كله لا بس هو فلكيا الوضع إجمالا رح يكون إيجابي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن ضغط عليك من ناحية المالية فعشان هيك المسؤوليات بتزيد أو الضغط المالي بزيد أو بتشعر بنوع من أنواع القلق على الوضع المالي ممكن تزداد المطالبات المالية عليك أو أنك أنت تتشتت في ترتيب بعض الأمور حاول أنك تركز بشكل جيد وفوتر أمورك ووزع الاهتمامات وإن شاء الله الأمور بتمشي على أكمل وجه أما بالنسبة لبيتك التاسع فبيتك التاسع إجمالا جيد فعشان هيك بدعم الأشخاص اللي على المستوى الدراسي الجامعية هذولا امتحاناتهم جيدة دراستهم جيدة قدرتك على التواصل والاتصال بأشخاص خارج البلاد وتكون ممتازة ممكن أنه اليوم حتى اللي عندهم أوراق قانونية أو أشياء قانونية اليوم بينجزوا إنجازات رائعة جدا وممكن تكون لمصلحتهم حتى جمع الأوراق هاي في منك رح يهتم بمسائل أو بالنقاشات دينية أو فلسفية أو أمور لها علاقة بالسياسي والاقتصاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما ما فيه أي تاثيرات لا إيجابية ولا سلبية عليك فعشان هيك منقول روتيني تتعامل على المستوى العادي ما بينك وبين زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بالعلاقات بالأصدقاء بالتواصل ممكن اليوم تسمع خبر أو يجيك اتصال من صديق زمان ما حكى معك أو ما تعرف عنه شيء ممكن أنت تلجأ لبعض المعارف لحاجة مثلا لمشورة لدعم لاستفسار معين طلب مساعدة منه كلها هاي أمور يدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات من الحضوض فعشان هيك يبدك تدير بالك بما ذكرته في أول التوقعات لا إلك برج الحوت طبعا بتكو تحاولوا بالفترة هاي تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل خلال يومين القادمات والأعمال المهمة عشان أنه أنتو بتكو تدخلوا على فترة صعبة جدا خصوصا أنه عند انتقال القمر لبرج الدلو بتكون الأمور وصلت لها حد عالي أو لضغط عالي جدا ضاهي اليومين وبعدين بوصل القمر لبيت المتاعب فبتكون تحاولوا تستغلوا كل الأمور الجيدة اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء وممكن يصير مش تلاقي يعني الأشخاص اللي بقدروا يطلعوا ممكن يتلاقوا ولكن الأشخاص اللي ما بطلعوا ممكن أنه يصير الاهتمام عبر الاتصالات أو التواصل ما بينكو بينهم بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حاجة تأييد أو دعم لقضية معينة أو لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن يكون في الفترة هاي اهتمام أو رغبة أكبر لأمور بتتعلق في السفر يعني مش شرط أنك تسافر يعني رغبتك أنك تسافر تتطلع على موضوع تتواصل مع أشخاص في المكان اللي أنت حب أنك أنت تتوجه له أو ممكن تنضم لجمعية أو ممكن تهتم لشؤون أقارب أو خصوصا أقارب الشريك أما بالنسبة للبيت الأول اليوم نفسيتك يعني تقريبا نحكي روتينية ما بنعطيك أمل إيجابي أو سلبي فعشانك تخليها روتينية يعني بتتعامل على حسب طبيعتك وعلى حسب نفسيتك ممكن اليوم يكون هذا النشاط عندك أما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني يعني برضو روتيني فعشان هيكي على حسب طبيعتك اللي بيشتغلوا على رأس عملهم هدولة اللي ممكن يحصلوا بعض المزايا من هذا البيت ممكن يحصلوا بعض المستحقات المالية لإلهم وفي منهم ممكن يحصل على بعض الأموال من عمل إضافي وفي منكو ممكن أنه يحصل على دعم أو هدية أو نوع من أنواع التشجيع أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث اليوم تنشط بالحركة وعندك نشاط عالي جدا ولكن في ساعتين أو ثلاثة خلال النهار بيكون فيهم فوضى فعشان هيكي ما بدنا نقول إحنا للي عندهم امتحانات إنه والله يوم إيجابي لا ما تأخذش بالإيجابية ممكن تتفاجأ أثناء الامتحان بنمط الأسئلة يكون صعوبة فيها أو فيها نوع من أنواع الضغط أو أنك أنت ما ركزت على هذا الموضوع فعشان هيكي منقول لك حاول أنك تدرس بشكل جيد وركز على دراستك بشكل جيد عشان تقدم في امتحانك بشكل منيح أثناء حركتك وتنقلاتك إذا أنت من الأشخاص اللي بيطلعوا من البيت حاول أنك تكون مركز من الإصابات أو من بعض الأخطاء أو بعض التعكثر أو أشياء من هذا القبيل برضو إذا دخلت في نقاش ما تحتد وما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فبنقول عن مستوى البيت الرابع الضغوط كبير موجودة على مستوى البيت الرابع أو مستوى البيت فبتلاقي في مشاكل على مستوى البيت أو ممكن بعضكم يعاني من سوء تفاهم عائلي أو تباعد ما بينكم أو اضطراب عائلي أو ممكن مشكلة تظهر على الساحة أو خبر محزن وفي منكم ممكن أنه يهتم بتعطي عطل معين أو مشتريات أو ضغوطات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس بضغطك حتى على المستوى العاطفي فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان أنك أنت يعني الفترة الشهر هذا كله تقريبا ضاغط على المستوى العاطفي فعشان هيك بدك تحاول كمان أنه أنت ما تكبر الأمور وما تتحسس وما تكبر المشاكل ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فبالنسبة للأعمال ممكن اليوم تتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجز كل الأعمال المطلوبة منك وفي منك لازم يراقب وضعه الصحي بأي طريقة يعني راقب وضعك الصحي ما تستسهل الأمور اللي ممكن أنت تشعر فيها بس ما في داعي للوسوس والخوف يعني ممكن يكون تعب نقص فيتامينات بحاجة للتغذية بحاجة لراحة من هذا القبيل أما اللي عندهم أمراض مزمنة هدولا اللي ممكن يهتموا في حالهم وممكن تقلق برضو بشأن صحي لأحد المعارف أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى بيت الشراكة فبتلاقي الحظ والدعم كبير ممكن تحصل بعض المزايا خلال هذا النهار تكون جيدة يعني ممكن يصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما من الحضوض لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع بدعم الطلاب اللي على المستوى الجامعي بشكل كبير على مستوى الدراسة والامتحانات وممكن اليوم يكون فيه نشاط على مستوى الاتصالات الخارجية أو اتصالات مع مؤسسات كبيرة زي المؤسسات التعليمية أو أشياء من هذا القبيل أو ممكن كمان أن تنشطوا على مستوى أوراق قانونية ومعاملات قانونية وأشياء بتشبه هاي المواضيع ومنكو طبعا رح ينشط باتصالات خارجية أو مع أشخاص خارج البلاد للإطمانان على حالهم أو على أوضاعهم يعني أمور كلها إجمالا رح تكون إيجابية على مستوى البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف بيت السمعة جيد جدا بدعمك فالأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم ممكن ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم ممكن اليوم حتى تتعاونوا ما بينكو بين الأصدقاء أو رؤساكو بالعمل حتى ممكن تكونوا ملفتين للنظر عند المسؤولين عليكم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود في هذا المكان فبدعمك على مستوى النشاط الإجتماعي والأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني شوي في نوع من أنواع الضغط عشان هيك من قلك إنجز الأعمال الضرورية المطلوبة منك حاول تأخذ قصد كافية من الراحة وحاول أنك تراقب تغذيتك بشكل جيد وإن شعرت بأي شيء ملفت للنظر بدك يعني خصوصا صحيا لازم تراجع طبيبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء